مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعلى مدى ثلاثة أيام من الخامس وحتى السابع من أبريل الجاري وشهد المهرجان إقبالاً لافتاً في أول أيامه حيث يتضمن فعاليات متنوعة للجمهور للاحتفال بالقرقعون بوجود الفرق الشعبية بهذه الأهزيج والابتسامات ومشاعر الفرح اجتمع الأطفال وأسرهم في القرية التراثية للاحتفال بالقرقعون والاستمتاع بعروض الفرق الشعبية في مفادرة حرصت وزارة الإعلام على تنفيذها من أجل مشاركة الأسر فرحتهم ضمن هذا الشهر الفضيل ولطالما كانت وزارة الإعلام حريصة على المشاركة الاجتماعية في الاحتفالات والمناسبات وهو ما اتضح جلياً في المهرجانات التي تقام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان والذي يعد أبرزها مهرجان العيد الوطني والفعاليات الوطنية كذكر ميثاق العمل الوطني والمناسبات التي يشترك فيها أطياف المجتمع البحريني كافة القرية التراثية بما تحمله من تفاصيل أعادت الحاضرين إلى سنين خلت فهي أيقونة للحياة البحرينية في فترات زمنية سافقة وانعكاس جمال القرية من خلال المباني التي جاءت مطابقة للمباني الأصلية في مملكة البحرين كما بالبحرين ومدرسة الهداية إلاوة على الممرات الضيقة التي تذكر بفرجان الأول وتجعل من تجربة زيارة القرية التراثية تجربة لا تنسى للكبار والصغار الشاهد على أن القرية التراثية أصبحت قبلة للأسر البحرينية وحتى الزوار من المقيمين ومن خارج مملكة البحرين هي الأرقام التي سجلت منذ افتتاح القرية في أول فعالية رسمية إلى آخر إحصائية والتي فاق فيها عدد زوار المهرجان 100 ألف زائر خلال احتفالات العيد الوطني لعام 2022 ترجمة نانسي قنقر